مجالات الملكية الفكرية للمبدعين أو أصحاب الملكية الفكرية الحق في الانتفاع من عملهم وحرية التصرف فيه واستخدامه اعتمدت البشرية في تطورها ورفاه شعوبها على قدرتها في خلق بيئة متجددة مبدعة ومبتكرة تحاكي تسارع النتاج العلمي والعملي والفكري لأفرادها ومن هنا بدأ الاهتمام العالمي بحماية ملكية الأفراد لإبداعاتهم الفكرية والعلمية وحدد السادس والعشرون من شهر أبريل يوما عالميا للملكية الفكرية تأكيدا على أهمية هذا المجال في دعم وحماية النتاج الفكري والإبداعي العملي للجميع لكونهما محركا أساسيا لعجلة النمو الاقتصادي في إنشاء وظائف وصناعات جديدة يعززان جودة الحياة وسبل التمتع بها مملكة البحرين وبما تشهده من تطور تشريعي وفكري كبير تشارك العالم الاحتفاء بهذا اليوم مؤكدة على مواصلة مسيرتها في دعم الملكية الفكرية فقد سبق وأن أطلقت مشروع نقل التكنولوجيا الهادف لزيادة براءات الاختراع في المملكة واحتضان الاختراعات وتحويلها إلى مشاريع تساهم في خلق فرص عمل للمواطنين ولتحقيق مبادئ الملكية الفكرية كانت قد انضمت مملكة البحرين إلى معاهدة حقوق النشر الخاصة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمعاهدة الخاصة بها واحتلت المرتبة الرابعة والأربعين في المنتدى الاقتصادي العالمي لمؤشر التنافسية العالمية 2017-2018 تسعة قوانين دقيقة وبها الكثير من التفصيل تنظم عملية حماية وتعزيز الملكية الفكرية خصوصا في مجالات التأليف الأدبية والفنية والعملية وبراءات الاختراع للبحرينيين والأجانب والعلامات التجارية للسلع والمنتجات والخدمات المتنوعة علاوة على الرسوم والنماذج الصناعية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة